الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائلة من ولاية الشلف تقول من العادات التي ورثناها عن جداتنا أن أول فتاة تقبلها العروس عند خروجها من الحمام سوف يحالفها الحظ في الزواج في أقرب الآجال لذا كنا نتزاحم أمام الحمام على الفوز بقبلة العروسة وقد سألت أحد المتخصصين في العلم فأخبرني أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما هو متخصص في العلم هذا متخصص في الجهل فهمتوا قبلة تعاروسة راح دخلها في الشركة الأكبر المخرج من الملة اسمها هي كما أبو جهل هي كما هامان هي كما فرعون يعني هذه ولد هي وكافر خارج من الملة كيف كيف حسبونا الله ونعم الوكيل حابين يكفروا الشعب الجزائري بالسيف بالسيف عليك لازم تكفر حسبونا الله ونعم الوكيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يدخلوا الناس في الإسلام وهذا الطائفة الوهابية تخرج الناس من الإسلام بالسيف أبسط الأمور يحب يخرجكم الإسلام الناس عندهم عادة عادة ما شيء عبادة دايري النية فال حسن فال حسن نية بل زعمة العروسة أول كيتخرج بالحمام أول بنت تقبلها إن شاء الله دايري النية يعني إن شاء الله تتزوج ما مش يقولوا تتزوج من دون الله ولا بدون قدرة الله ولا لم يسبق في علم الله ولا ما هوش من المكتوب ولا القبلة جعلوها إلها مع الله أكيد شكينا غفعي صند فرص هذا المفتي هذا الجاهل عادة سبب فال حسن فأل حسن يتفائلون خيرا يتفائلون خيرا بالعروسة لأن العروسة هتحيي السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني والإنسان ليحيي السنة ربي يجري الخير على يده وعلى أن بك يحيي السنة ربي يمقتو بالعكس ما دم حتحيي السنة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يحيي سنتهم ربي يجري الخير على يدها وما أقدر نيتهم سكن ماشي نيتهم قاعد الشرك هذين أنتم ما يجبتون هذا الشرك والتكفير والتبديع تدعي بعد صلاة يقول لك بيدعا ما لا تقول السائلة وسألت أحد المتخصصين في العلم فأخبرني أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة إذا كان العروسات قبل وحدة من الشرك الأكبر ما لا وشنه الشرك الأصغر عندكم من توم الشيك الأصغر وشنه وشنه الشيك الأصغر يعني وين هو الشيك الأصغر ما لا بالنسبة لكم واحد يكون عطشان وينوي شعب كاس ما ينحي العطش أو كفر لأنه هو يعتقد بل الماء هو ينحي العطش هذا في عالم الأسباب في عالم الأسباب أنا عارف هو يعتقد بقدرة الله صب لم يقولها أولادي وعرفها لأن كين قارنة الإيمان والإسلام بل العطش يتنحى بقدرة الله ولكن بسبب الماء فهم كيف الجوع يتنحى بقدرة الله ولكن ما هو السبب الأكل ولو شاء الله جل جلاله يخلق لك الجوع بلا ما تأكل ولذلك ربي سبحانه أجرى العادة أن النار تحرق ولكن الإحرق بقدرة الله في قصصنا إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ما قلاش يا نار إن طفئي لا لا قعدة مشعولة شوف فيها مشعولة نحلها الإحرق نار بلا إحرق خللها الإشراق ونحلها الإحرق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما علىه قال وسلاما لكان قالها يا نار كوني بردا لا مات سيدنا إبراهيم من البرد ولكن ربي قالها وسلاما على إبراهيم كاين النار ومكش الإحرق ولو يشاء الله جل جلاله يخلي الأكل وينحي الشبع تأكل ولا تشبع كما كاش مرض اسمه مرض البوليميا واشنه هو مرض البوليميا يأكل ولا يشبع ولو شاء الله يخلق الشبع بلا أكل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين صام نهار صاموا الصحابة ومعدها واصل ما افترش صام يومين واصلوا الصحابة تلت أيام طاحوا ما قدروش قالوا له يا رسول كيف تلت أيام ما تأكلش قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين العلماء حاروا في هذه الكلمة داخوا من كلام النبوة وشمعتها إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين بعض العلماء قال معناها ربي يخلق له الشبع والري بلا أكل ولا طعام ولا ماء يخلقها له في قلبه يشبع النبي بعضهم قال لا هذه قيام الليل وحب الله يبلغ درجة من حب الله ومن المشاهدة يا ويولي ينسى الماكلة يقعد هاردك كي الناس يروحوا غير المكة في مكة يروح المكة هنا في الزاير الوكال ما يفطر شميت على الشاشة يتصع يا وكي الناس شفتهم في مكة ينسى الفطر والأعشاء ينسى دع يتفكر غيره قبل اللي في جرح يشرب شوية زمزم ويزيد عبادة هذه غير مشاهدة الكعبة تنسيه في الدوات تعوه تنسيه في الماكلة تنسيه في الشراب كيف لو شاهد الله جل جلاله والمعارف وربي عمره وقلبه بالمحب أن تعوه ما لهذا الجهل هذا يا عروسة خرجها من الحمام رح كفرها وردنا مشريكين فأخبرني هذا المتخصص في الجهل أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنهن يعلقن زواجهن على قبلة العروسة وليس على قضاء الله وقدره أفدنا سيدي فنحن نثق في كلامك قلت هذا من الفعل الحسن هذا من الفعل الحسن روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفعل الصالح الفعل الصالح واحد رأي حمل ضعور المحكمة خايف حتى يسمع وحده يقول له هاي سهلت يهدر مع صاحبه هاي سهلت ايه دير فعل في قلبه يا ربي يا ربي كما سهلت هسهل هالي فعل حسن فعل حسن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتخذ الفعل عند حسن الوجوه واحد برك وتشو منور دير الفعل والله باش ربي داله النور في وتشو داخل قلبه صالح وقلبه معمر بذكر الله كان شيخ محمد رضي الله عنه وارضاه شيخ رضي الله عنه وارضاه كان يقول للقلب تعالى المؤمن من شدة ذكر الله يمتلئ بالنور واذاك النور يفيد من القلب الى العروق ومن العروق يفيد الى كل جوارح لانسان الله يعمر داركم بالخير والبركة وان شاء الله كل بنت لم تتزوج تجد عروسة تقبلها فيأتيها المكتوب انتحى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة